موسيقى الأخبار الصباحية من قناة عدن الفضائية أهلا بكم بعدها فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليم رئيس مجلس القيادة الرئاسي برقية تهنيئتين إلى فخامة الرئيس سيريجو ماتاريلا رئيس الجمهورية الإيطالية الصديقة وذلك بمناسبة اليوم الوطني لبلاده وأعرب رئيس مجلس القيادة الرئاسي باسمه وباسم أعضاء المجلس عن خالص تهنيه للرئيس ماتاريلا وتمنيته بموفر الصحة والسعادة وللشعب الإيطالي الصديق مزيد من الازدهار والرخاء وأشهد فخامة الرئيس بالعلاقات الثنائية العرقة بين البلدين الصديقين والموقف الإيطالي ثابت إلى جانب الشعب اليمني وقيادته السياسية وتحقيق تطلعاته في السعادة مؤسسات الدولة والسلام والاستقرار والتنمية أجرى فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليم رئيس مجلس القيادة الرئاسية القائد الأعلى للقوات المسلحة اتصالا هاتفيا بالأخ عبد الرحمن زكي الحاج عزاه وكافة أفراد أسرته وكافة أفراد أسرته بوفاة والده العميد الركن زكي عبد الله حسن الحاج قائد لواء الدفاع الساحلية الذي وفاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء العسكري المشرف وأشهد رئيس مجلس القيادة الرئاسي بمنقب الفقيد وشجاعته في كافة الملاحم التي سطرتها القوات المسلحة دفاعا عن النظام الجمهوري ومقارعة المشروع الإمامي المدعوم من النظام الإيراني وأعرب رئيس مجلس القيادة الرئاسي باسمه وباسم أعضاء المجلس الأسرة العميد الحاج والمؤسسة العسكرية عن بانغ حسنه وعظيم مواساته بهذا المصاب الأليم سائلا لله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهمهم الجميعا الصبر والسلوان بعث رئيس مجلس الشورى الدكتور أحمد عبيد بن دار برقية عزاء وموساه إلى أسرة قائد لواء الدفاع الساحلي العميد زكي عبدالله حسن الذي وفاه الأجل إذ إثر حادث مروري مؤلم وأشهد رئيس مجلس الشورى في البرقية بمنقب الفقيد وأدواره الوطنية والعسكرية سائلا لله أن يعلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويها الصبر والسلوان كما بعث رئيس مجلس الشورى الدكتور أحمد عبيد بن دار برقية عزاء وموساه إلى عوض عارف الزوكة عزاه فيها بوفاة عمه الشيخ بلعيد عوض الزوكة الذي انتقل إلى رحمة الله بعد حياة حافلة بالعطاء وأشهد رئيس مجلس الشورى في البرقية بمنقب الفقيد وأدواره الوطنية والاجتماعية وحبه لعمل الخير وإصلاح ذات البين سائل لله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويها الصبر والسلوان إنا لله وإنا إليه راجع أعلنت وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة عن فتح باب القبول للتسجيل في الكلية الحربية الدفعة 52 للعام الدراسي 2023-2024 في مقر الكرلية الحربية بمدينة مأرب وأوضح إعلان وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان أن باب التسجيل سيكون مكفولا لكل منتسبي القوات المسلحة حامل شهادة الثانوية العامة والشهادة الجامعية والخريجية الثانوية العامة لجميع محافظات الجمهورية وأشهد الإعلان إلى أنه سيتم استقبال كشوفات المرشحين من مختلف الوحدات العسكرية ابتداء من الأحد الموافق الرابع من يونيو الجاري ولمدة أسبوع من الاستقبال كما سيبدأ استقبال ملفات المتقدمين العسكريين والمدنيين ابتداء من الثالث والعشرين من يونيو القادم ولمدة خمسة أيام فقط وللإطلاع على الشروط المقررة للمتقدمين يرجى زيارة موقع وزارة الدفاع دانا وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني أقدام ميليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران على اكتحام مقر الغرفة التجارية الصناعية بالعاصمة المختطفة صنعاء وفرض قيادة موالية لها بعد أيام من إصدار الغرفة بيان كشفت فيه جانبا من ممارسات الميليشيا التعسفية بحق القطاع الخاص وأوضح الإرياني أن هذه الخطوة الخطيرة تؤكد مضي ميليشيا الحوثي في تنفيذ مخططها لتدمير القطاع الخاص والقضاء على البيوت التجارية في المناطق الخاضعة لسيطرتها لشالح شركات ومستثمرين موالين لها وذلك بهدف سيطرة الكلية على القطاع التجاري والتحكم بالاقتصاد الوطني وطالب الإرياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومبعوثها الخاص بعدم الوقوف موقف المتفرج إزاء الحرب المفتوحة التي دشنتها ميليشيا الحوثي على البيوت التجارية وعلى رؤوس الأموال بحث وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم محمد بحيبح بمدينة جنيفة سويسرية مع المدير العام لمنظمة الصحة العالمية عددا من المواضيع المتصلة بالقطاعات أو القطاع الصحي في بلادنا وما يواجهه من تحديات وأكد الدكتور بحيبح على أهمية استمرار المشاريع الداعمة من المانحين للقطاع الصحي حتى يستعيد عافيته مثمنا دعم منظمة الصحة العالمية للقطاع الصحي في بلادنا كما تم مناقشة أوضاع قطاع الصحي في بلادنا ووضع مكافحة شلل الأطفال والتحديات التي تواجهه بسبب رفض ميليشيا الحوثي تنفيذ حملات التحصين الشاملة في المناطق الواقعة تحت سيطرتها من جانبها أكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية اهتمامه بالقطاع الصحي في اليمن ودعمه له مشيرا إلى أنه سيبحث مع المانحين السمرار تقديم الدعم لليمن ميدانيا استهدفت ميليشيا الحوثي منزل مواطن في قرية دار الحربي شرق مديرية حيس بمحافظة الحديدة وقالت مصادر أن ميليشيا الحوثي استهدفت منزل مواطن بقصف صاروخي نوع جراد بعد 24 ساعة من زيارة بعتة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة للقرية وأوضحت المصادر أن ميليشيا الحوثي استهدفت منزل المواطن عبد عبدالله سراج في قرية دار الحربي شرق مدينة حيس ما أدى لتدمير منزل حديث البناء قبل اكتماله كما تسبب القصف بحالة خوف وفزع في صفوف الأهالي خاصة النساء والأطفال وطالب أهالي قرية دار الحرب البعث الأممية بإدانة القصف التاروخي المتكرر على قريتهم من قبل ميليشة الحوثي مؤكدين أن قريتهم مؤاة مأول العديد من الأسر النازحة وبعيدة عن أي هدف عسكري انتهت النشر الصباحية قدمناها لكم من قناة عدن الفضائية طابت أوقاتكم اشتركوا في القناة